إلى حدود الدقيقة الثانية وستين من نزال فض ديسامر كانت نيجيريا فائزة باللقب غير أن ما كان قد تبقى من عمر المواجهة كان كثيرا كان كافيا كافيا ليلعب الإفواريون لعبتهم المفضلة في إتقان فن العودة عادوا في النزال وأبوا إلا أن يحسموه في وقته الأصلي دون حاجة إلى تمديد أسوة بما كاد يستقر عادة في لقاءات إسدال الستار عن العرس الكروي القاري خبر فوز الكودفوار بلقب الكان أسال كثيرا من التعليقات كلها أجمعت على غرابة أطوار هذه النسخة من الكان مذكرة ببعض محطات الغرابة التي ليس أقل وشأن خروج منتخبات لم تخسر قط وصعود أخرى إلى أدوار لاحقة دون أن تذوقت عمل فوز ثم هزيمة الكودفوار أمام نيجيريا في دور المجموعات بهدف دون رد وأخيرا جاء الطور الأكثر غرابة في الدور النيائي ليفوز البلد المنظم بالكاس بينما سجله في نسخة مسابقة يثبت أنه سعد من دور المجموعات من بين فرث ودم سعد بفضل تنفس اصطناعي سعد بهدية مقدمة من طرف المنتخب المغربي وإلى اليوم يعترف الإفواريون بها وقد قدموا مرارا واجب الشكر عليها قبل أن يعود سريعا إلى امتلاك زمام أمرهم ويحقق أغرب منتظة في كأس الأمم الإفريقية ومع إزدال الستار على العرس الكروي القاري عاد كثير من التعليقات إلى المربع الأول لتجمل وتلخص وتستنتج إجمالات وتلخيصات والسنتاجات كلها صبت في أن التغيرات الجذرية التي تعيشها كرة القدم لعبة وغير لعبة في القارة الإفريقية هي تغيرات ينبغي أخذها بحسب المعلقين بعين الاعتبار كلها لكل من أراد أن يكون له نصيب من حلاوة الانتصارات والتتويجات مستقبلا موسيقى